وبركاته وعملين ايه يا رب تكونوا بخير وفي احسن صحة واحسن حال احلى واغلى متابعين من داخل مصر ومن خارج مصر. نحن بقى كده جايلكم فيديو جديد عندنا عشدوما النهاردة او ضيوف يعني كده جاينا يقضوا معنا اليوم ويبركوننا على النجاح بتاع ابني في الامتحانات فقلت بقى في شهادة الاعدادية وبشكر اي حد دخل عندي وقال لي مبروك عشان طبعا ابني نجح في الشهادة الاعدادية والنهاردة بقى كده كان بقى جاي لنا ضيوف تاني يوم على طول وقلت بقى اعمل معاكم اه الاكل دوت عشان اه طبعا اتصلوا علينا وجاينا بقى يقضوا اليوم معنا في لازم بقى ان احنا نقوم بالواجب واكرام الضيف بس قبل منبدأ اللهم صلي وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد وعلى اللي وصح به وسلم ما شاء الله كان وما المشاء لم يكن وما توفيق الا بالله ثم بيكم يا احلى واغلى متابعين يلا بقى كده ونشوف نعمل ايه النهاردة بس بقى اللايك للفيديو امانة واشتراك في القناة فضلا وليس امرا كلمة اشتراك تحت الفيديو باللون احمر هتضغطوا عليها ويزار علامة الجرس وبعد كده اضغطوا كلمة الكل لان فيه الكل وفيه مخصصة اضغطوا الكل عشان تطلقوا كل الاشعارات اول من نازل الفيديو على طول وبشكر اي حد دخل عند الفيديو اللي فات واهل الف مبروك على الشهادة الاعدادية ربنا يا ربي يجعل كده اللجاح والفرح عندكم جميعا يا رب العالمين ويلا بقى كده نشوف احلى واغلى متابعين فيديو نهاردة طبعا غسلت البط واول حاجة كده وحطته بقى على البتجاز او على النار في المياه المغلية وانزلت عليه بورق لورة وحبهان وبصل وجزر ويقفل في الاسود ويملح ويستبع بهارات وبهارات الفريق ويسبت بقى كده البط مع نفسه وبعد كده اه طبعا بياخد كام غلوة كده ونهدى عليه النار طبعا النار الهدية بتسوي كده الحاجة وبتخلي طعمها جميع وبعد كده بقى عملت الحمام الكذاب مع اني او وراك مخلية من العضل مع اني عملتها معاكو قبل كده فجبت بقى كده ايه اه وانا بعملها على طول وقادي كده ده ورق العنب طبعا كنت منفرزا معاكو بس طبعا عشان اه طبعا يعني الحاجة جينا بقى ضيوف كده فقلت بقى اطلع من الحاجة الموجودة في الفريزر وبعد كده نبقى نجيب ونخزن الورق العنب موجود لسه في السوق فقلت بقى اعمل من الحاجة الموجودة عندي طلعت بقى كده ورق العنب على طول وكنت عاملة معاكو وسبت بقى العود بتاعه كده وقلتلكو هنبقى نسلقه بالطريقة اللي انتو شفتوها دي حاطت معلقتين زيت وشوية تكمون كده في الميا وقادي بقى الورق العنب بتسلقه هو طبعا ما تستعجلش عليه لازم ان انت تسويه تسويه تكون حالو عشان يبقى معاك كده ما يكونش الورق بتاعته نية وبتشد معاك لازم ان احنا نسويه كويس ما نستعجلش عليه وقادي كده ورق العنب خلاص وعملت بقى مرتل الرزل بتاع المحشي حاطتها كده عليه وقادي الكوزة اللي هي تقورتها وطلعت بقى كده علشان واحنا قاعدين كده دي بقى المحشي هوت اللي احنا هنعمل طبعا اكرام الضيف واجب زي ما رسول الله قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه طبعا الضيف يعني اي حد يجيلك يعني الضيف بتبقى الضيف غير الزائر يعني الزائر جايلك يعني وقت بسيط وهيمشي لكن الضيف لازم ان انت بقى اللي جايك اذا يقدم معاك يوم او كم يوم طبعا لازم ان انت تقومي بيكرمه يعني بس يعني زي ما ربنا قال او الرسول عليه السلام قال اكرام الضيف برضو ما حابش ان هو يجي على الناس عشان طبعا كل واحد على قد ظروفه على قد ميكانياته فقالك الضيفة سلسة ايام جائزته يوما وليلة يعني ان احنا اهم حاجة اول يوم ان احنا نكرم الضيف يعني اكرام يعني اخر اكرام او اخر كرام زي ما بقولوا ان احنا اهم حاجة اول يوم نعمل بقى يعني احلى حاجة عندك هتقدمي لكن تاني يوم بقولك اليوم التاني واليوم التالت لو يقضي معاك اكتر من يوم فشأنه وشأنكم يعني يأكل مما تأكلون ولا يبلغ فيه إكرامه يعني زي ما الدين بواصلنا برضو إنه إكرام الضيف برضو براعي ظروف الناس إن يعني أول يوم بس هو إنه إحنا يكون فيه مبلغة أو يكون فيه اهتمام بالأكل اللي أنت بتعمليه علشان ضيوفك وتاني يوم شأنه وثلاثة يوم شأنكم يأكل مما تأكلون ولا يبلغ فيه إكرام وطبعا يعني الضيف سواء بقى من بره او من يعني الدفع شنو بقى من بلد تانية يعني لكن طبعا من مكرم اخلاقنا العالية اللي احنا نازم نهتم باي ضيف او اي زائر سواء جاي يوم اه ساعة ساعتين نازم ان احنا اه اهم حاجة المقابلة كده تكون حلوة مع الناس يعني زي ما بقول كده لقيني ولا تغديني تبسم كده لو الواحد بدت تبسم كده في وجه الضيف او الزائر اللي جاي ده احسن من ميت اكل او احسن من ميت شرب نحن نهتم كده اه بكون كده المكرم الاخلاق اللي احنا نراعي كده الزائر او الضيف اللي جينا بالمعاملة الطيبة اه وبرضو زي ما شفتوا كده في اول الفيديو اه فضلت الشيخ الشعروي يعني مش ان احنا بقى نسأله الضيف لا يخير ولا مش ان احنا بنسأله تشرب ايه او تاكل ايه طبعا لا اه قدم اللي عندك حط اللي عندك وهو لو بقى مش عايز يبدأ حاجة تانية ترجع له او لما يحبهاش لكن ان احنا مش كل حاجة انا قدامه كده هاجب لك ايه اه او هتعمله كازا عشان الضيف لا طبعا دوت مش اه مش من الاخلاق ولا من اه اكرم الضيف ان احنا الضيف لا يخير ان احنا لازم نحنا بقى نقوم كده بالواجب زي ما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اه في الاحاديس دي وطبعا يعني اكرم الضيف طبعا اجر عظيم ان احنا بقولك يدخل به الجن يعني اللي يكرم ضيفه ده اه عمل عظيم يدخل به الجن وكرم الضيف طبعا واجب زي ما الرسول ايه وربنا يا ربي يجعلنا كده كلنا كده ربنا يكرمنا جميعا ويكرم ضيوفنا كده واهم حاجة الكرم والاخلاق ومن مكرم الاخلاق ان احنا اكرم الضيف وربنا يا ربي كده يوسع عليكم ويزيدكم كده يا رب ويجعل كده خير الدنيا كله عندكم يا اللهم امين طبعا هنا طلعت بقى البط اهوت وقادي وحشة ورق سلسة طماطم من بتاعة المحش وعليها معلقة بابريكا كده تده لون او ممكن اه اه سلسة طماطم او كاتشف زي ما انت عايزة ممكن معجون طماطم وحطت عليهم معلقة زيت وقادي البط اهوت دهنته وطبعا كده في الصينية ده انتهى الاول ثمنة وبعد كده ادي البط بالمعجون اللي عملته اهوت او بالسلسة هحط عليه برضو كان الوراك اهيت كانت تستوت طلعتها طبعا الشرب اللي انا عملتها يعني انا ما عملتش الوراك مع البط علشان انا ها اه الشربة مكان الوراك انا هرميها عشان وراء الفويل ببقى اه طبعا يعني فيه مادة سامة ما نفعش ان احنا نشرب الشربة او نستعمل الشربة بتاعت اللي احنا حطنا فيها وراء الفويل فعشان كده عملت البط الوحد والحمام الكذاب لوحده لكن اه ده طبعا استعملت بقى من شربة البط اهيت عملت بيها محش وراء العناب لكن الشربة اللي ها عملت بيها اه فيها الحمام الكذاب طبعا مش هستعملها. ادي المحشى طبعا هوت بعد ما آآ سوى كده تلت تربع سوى في صنية بقى كده في الفرن وهدينه بقى برضو من السلصة اللي كنت عمليها آآ ادي كده على الوش يديلو كده لون جميل وهدخله بقى الفرن ونشوفه على طوب. كده خلاص ادي بقى الصنية الكوسة اهيت بعد ما استود يعني كانت الدخلة بقى خلاص على سوى بس طبعا لو سبتيها في الحلة بتروح طبعا بتستحملش الكوسة وبتتهري على طول في الصنية كده وفي الفرن آآ آآ ديت بقى كده لون آآ للكوسة وقادي برضو البطة تحمر معيه هوت وقادي الوراق زي ما انتو شايفين. وكمان عملت لسان العصفور عملت برضو كده شوية لسان العصفور جنبهم برضو يعني لزوم الشيء كده ولزوم كرم الضيافة لازم ان احنا زي موقت لكم نستقبلهم كده احسن استقبال وربنا يا رب بيجعل كده خير الدنيا عندكم جميعا يا رب وتكرموا ضيوفكم وتكرموا اي زائر وقادي بقى ورق العناب بعد مستوى واللي بطة هوت وحمام الكداب والكوسة وكمان آآ اللسان العصفور برضو عملتوا كده معيه طبعا وبعد كده برضو هنعمل الحلوة مع بعض زي ما قلت لكم يعني لازم كرم الضيف وجازيكم الله كل خير وهنعمل بقى برضو مع بعض عملت المهلبية طبعا معيكم جازة عشان الفيديو ما يطولش عليكم اكتر من كده عملت برضو معلبية اهيت وزي انتهى ورب كده فيديو المهلبية يكون عجبكم ونال بالرضاكم يا احلى واغلى متابعين اتمنى بقى وصل معي لحد هنا لايك للفيديو واستراك في القناة الفضل وليس امرا فكرا كانت هتكبر بيوك وتكبر معيك يا احلى واغلى متابعين فرعاية الله مع الف مليون سلامة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ضمتم فرعاية الله وأمنه استودعكم الله الذي لا تضيعه وضيعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته